بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي سيدنا محمد أشاف المرسلين أهلا وسهلا بكم مع أعضاء ومتابعين موقع دكتور الكابل المعلوميات اليوم درس التلاتاشر من كورس HTML TKW اليوم اتعرف مع بعض على تاج معروف ومهم جدا اسمه iFrame ووظيفة التاج ده انه بيسمحلك انك تضيف موقع جوه صفحه انت بتصممها على موقعك بمعنى لو انت حابب تضيف موقع جوه صفحه عندك على الموقع الخاص بك بتستخدم تاج iFrame اليوم بينا نشوف مع بعض أول حاجة هتفتح المشروع الخاص بك على برنامج Sublime Text وهتبتدي تكتب التاج ده هتفتح كورس تكتب iFrame لو كتبت iFrame هيظهر لك التاج بالشكل التالي ده ردت Enter هيبتدي ان هو يكمل لك باقي التاج اوتوماتيك لكن انا حابب ان اوضح التاج بالطريقة العلمية العادية من غير اي مساعدة او تكمل التاج تاج iFrame نفس فكرة تاج image اللي احنا كنا اخدناه في الدرس اللي فات طبعا تاج iFrame برضو بيكون محتاج attribute خاص بي عشان يبتدي ان هو يدي التاج وظيفة او تأثير عشان تقدر تعرض الموقع اللي انت محتاج تعرضه على الصفحة اللي انت بتصميمها سوف تفتح كورس تكتب iFrame وتكتب مسافة وبعد كده slash back تقف الكورس بعد كده تفتح كورس تكتب iFrame slash back تقف الكورس اول تاج iFrame بعد ما تكتب المسافة ستكتب مسافة تانية وهتكتب src src هو attribute الخاص بتاج iFrame نفس attribute الخاص بتاج image وبعد كده هتكتب علامة اقوان اللي هي يساوي وبعد كده علامتين تنسيس طبعا فوست علامتين التنسيس ده اللي هتبتدي تحط فيها الموقع الخاص بيك وان يكون على سبيل المثال انا مش هحط اي موقع دلوقتي لكن هعمل save control s طبعا انا مشروع اعمل refresh عشان اشوف النتيجة هنأتي النتيجة بالشكل التالي النتاج iFrame الداني مستطيل او الداني مربع المربع ده هو ان هيكون جوا الموقع اللي انت حابب تعرضوه يبقى iFrame بيستخرج مستطيل او بيستخرج موقع في الصفحة اللي انت بتصممها عشان تعرض عليها موقع معين طبعا لو انا كتبت https slash www.google.com وعملت control s وبعد كده رحت هنا عملت refresh هنلاقي ان موقع جوجل ما تعرضش عندي في الفريم ليه ما تعرضش عندي في الفريم ده بسبب اسباب امنية هبتدي ان انا وضحها في الدروس اللي جاية مش كل المواقع تقدر ان انت تحطها في الفريم الخاص بيك على صفحتك في موقعك مثلا لكن في مواقع تقبل ان هي تتحط فريم ايه السبب؟ السبب ان دي اسباب امنية على منصات المواقع زي جوجل او فيسبوك او يوتيوب او اي ان كان من المواقع العالمية المعروفة ديت بتمنع حتة ان انت تحط مواقع خاص بيها في فريم عندك على موقعك ودي الاسباب امنية زي ما انا وضحت لكن لو شلت جوجل دي مسلا وكتبت الموقع بتاعي مسلا دكتور كفرمنت كنترول اس وبعد كده راحت هنا عملت ريفرش بس اتنى اشوف النتيجة اترى بشي كاني سيرفر اي بي اه انا نسيت احط دوت كوم سوري دوت كوم هلقى الموقع بتاعي اتعرض بالشكل التالي دي وظيفة تاج الاي فريم ان انت تقدر تحط فريم او مستطيل او تحط صفحة تخص موقع معين مسلا على الصفحة ان انت بتصممها في مشروع بلغة اتش تي امال asten . ده كنتاج الاي فريم ان شاء الله في الدرس اللي جاي او في الدروس اللي جاية هبتدي ان انا اوضح ليه ما بيتمش واضع مواقع زي يوتيوب او جوجل ولاس باب الامنية اللي تخليهم يمنعهم ان انت تحط موقعهم عندك في فريم دن هذا دروس اللي جاي ان شاء الله احاول ان اوضhorse. ان شاء الله الدرس اللي جاي احاول ان اتعرض ان اوضح تاني مهمة او مواضيع تانية اهم من كده في لغة الهاتش تي امامال طبعا انا بحاول ان انا اشرح اللغة بطريقة مبسطة جدا زي ما انتو شايفين بحيث ان الشخص اللي بيدرسها او الشخص اللي بتعلم لغة اتش تي اميل ما يحيسش ان الموضوع صعب او الموضوع كبير لان لغة اتش تي اميل الحمدلله كلنا عارفين ان هي لغة بسيطة وعلى اي حد عنده استعداد ان هو يتعلمها وانا نقار في درس قادم يا شباب بمشيئة الرحمن موسيقى